افتتحت مؤسسة حياة كريمة وصنع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي افتتحت أعمال إعادة الإعمار لقرية نجع الجسور وقرية نجع سدنة بالأقصر تضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية بناء المنازل المتهالكة بقريتين كما تم تسليم 25 مركبة صيد للمواطنين في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة للارتقاء بحياة المواطنين افتتحت اليوم أعمال إعادة الإعمار لقرية نجع الجسور وقرية نجع سيدنا بالأقصر والتي نفذتها مؤسسة صنع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مبادرة حياة كريمة وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفذها مؤسسة صنع الخير مع أحد الرعاة فطبعا المراكب زي ما قلت حضرتك أنها فيها شاملة كل حجم ومطور لجانب شابك آيسبوكس للصياد عشان نقل الأسماك كمان بنسلم 24 منزل وفيه افتتاح نسجد تم تطويره من مؤسسة صنع الخير القرية دي من الأشد القرى الاحتياجة في وسط القرى كلها فانزلنا هنا عملنا أبحاث البيوت كانت متضررة زي ما انت شفت وتباعته في الفيديو كانت أغلب البيوت متهالكة والقرية دي أكتر قرية في اللوكسر مشهورة بالصيد يعني هم مشهورين بالصيد فانزلنا عملنا أبحاثنا على كده ووزعنا المراكب والنهار دا بنحتفل بنسلم البيوت أعمال إعادة الإعمار والتنمية تضمنت بناء المنازل المتهالكة بالقريتين كما تم تسليم 25 مركب صيد للمواطنين أيضا تم إنشاء محطة تحلية مياه الشرب صنع الخير بصراحة ربنا وأهل الخير كلهم جوا خشوا شافوا البيت كلتوا من هنا ومن هنا بس بسم الله ما شاء الله اللي عملوه كله يعني الله يديهم حسناتهم فيه ويكرمهم إنها خشينا في مرحلة يعني بسم الله ما شاء الله دا منظر سياحي مش منظر طبيعي منظر سياحي كان بيتنا يعني ما أقول لك شي بس الحمد لله جووا حسوا بينا وشافوا طبعا البيت كان عبدوا بخضرة وجووا طبعا عملونا طبعا البيت الجميل دا إحنا والأسرة بتاعتنا وطبعا قودة أطفال جوة وهنا الصالة والأنتري والحمام ومطبخ وطبعا البيت عشان مساحة بتاعته دايقة عملوه لي سلم عملوه لي قوضة نوم فوق أنا لو كنت شغال مع يماعة وكان رزق بالنص ما كانش مقدينة ولما مع الخير جابتنا المركب بيجي رزق الحالي كده إن شاء الله بإذن الله ورزق العيالي ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تم تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة أولادنا في عينينا للكشف على غير القادرين وصرف العلاج لهم بالمجان عشان نقدر نساعد الصياد يعني يقتاته ويكتسب قوته بشكل أوسع بندربه على الصيد الحديث الصيد الصحي الواعي وبنوعيه كمان من أسليب الصيد الجائر بنزوده بشبك حديث بننظمناه وبننظم لهم كمان دورات توعية للحفاظ على النيل والحفاظ على سروة مصر السمكية هي إذن جهود كبيرة بذلت وتبذل في كل أنحاء مصر وتحديدا في القرى الأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى حياة المواطنين